وصلت شركة مطاحن مصر الوسطى التبع لوزارة التموين بمحافظة بنسويف استقبال محصول القمح من المزارعين والمورادين خلال مجمع صوامع بوهلر التبع له ويستدف مجمع صوامع استقبال القمح من المزارعين هذا العام وتوريد 40 ألف طن خلال الموسم الجاري مقارنة بنحو 26 ألف ومئتي طن قمح تم استلامها في المجمع العام الماضي حيث يتم استقبال ما يقرب من 150 إلى 300 مزارعا يوميا